وخلال كلمته اتدى الرئيس اسيسي على ان كل صراع لا يقول الى سلام هو عبث لا يعول عليها وضع الرئيس اسيسي كافة الاطراف الى اعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام باقصد ردات ضبط النفس واخراج المدنيين والاطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمصاري التفاوضية وادراكا مني ويقينا بان كل صراع لا يقول الى السلام هو عبث لا يعول عليه فانني ادعو كافة الاطراف الى اعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام باقصد رجات ضبط النفس واخراج المدنيين والاطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمصاري التفاوضي تجنبا لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسيا او دانيا الا واحرقته مع استعداد مصر ان تسخر كل قدرتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية الفاعلة دون قيد او شرط